هاشم الأحمر ينقلب على السعودية ويعلن تأييده للترتيبات العسكرية ضدها على الشرط الحدودي تفاصيل عاجلة للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة أبدى البرلماني وقائد اللواء 141 مشاهد في القوات الحكومية العميد هاشم عبد الله بن حسين الأحمر تأييده ودعمه للترتيبات العسكرية التي يقوم بها حزب الإصلاح وتحشيدهم جميعا مسلحة لضغط على السعودية بهدف الإفراج عن القياد في الحزب ومحافظ الجوف المقال الشيخ أمير العكيمي واعتراضه على الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضد الأخير الذي اتهم ببيع أسلحة التحالف لجماعة الحطي وتسليمها محافظة الجوف وظهر ذلك من خلال تغريدة نشرها هاشم الأحمر على موقع التدوين المصغر تويتر بوصفه أمير العكيمي بالرجل الشجاع والمقاتل البطل قائلا إنه قدم أحد أبنائه شهيدا ودافع ببسال عن كرامته وحريته وعن مشروع اليمن الكبير وقام بواجبه كمسؤول دولة وشيخ قبيلة أعقب ذلك أن أصدر مكتب الأحمر بيانا ينفي فيه علاقته بالحساب الذي يحمل اسمه بتويتر فيما كشفت مصادر مطلعة بأن صدور البيانة جاء نتيجة ضغوطات تعرض لها الأحمر من جهات رفيعة في الدولة خوف مرادة فعل السعودية على تغريدته التي حضيت بتفاعل كبير ويواصل حزب الإصلاح منذ منتصف شهر أكتوبر المنصرم تحشيد مجمع مسلحة مولية له ودفعها للتخيم على الحدود السعودية كخطوات تصعيدية يهدف الحزب من خلالها إعادة العاكيم المحتجزة للسعودية الأمر الذي لجح مراقبون يتطور إلى تنفيذ هجمات مسلحة ضد القوات السعودية حل رفضت الأخيرة الإفراج عن العاكيم اشتركوا في القناة